من يظن أن جذوة ثورتنا قد انتهت فهو واهم بهذه الكلمات عاد العراقيون ليتظاهروا ضد السلطات الحكومية وفسادها ومحاصصتها الطائفية في بغداد والمحافظات الأخرى وبشكل جديد فبعد أن كانت التظاهرات متركزة في الساحات والميادين العامة اتخذت اليوم بعدا آخر أوسع منذ قبل لتنتشر المسيرات والاحتجاجات في المناطق والأزقة وفي كل رواق أوضاع معيشية وأمنية تسير من سيء إلى أسوأ ووعود حكومية بمحاسبة قتلة مئات المتظاهرين وكشف كبار الفاسدين لم ترى النور وأن لها ذلك يقول المتظاهرون في ظل تمسك الأحزاب الفاسدة بالسلطة بأي ثمن ومطالب شعبية لم تنفذ وما نفذ منها فهو لفائدة الكتل السياسية حصرا نحو سنتين على انطلاق ثورة تشرين الشبابية لتغيير واقع حال البلد الذي نخره الفساد من كل جانب حتى صار مؤخرا مجرد أرض لتفاوضات الدول المتصارعة داخله وخارجه وعلى رأسها الولايات المتحدة وإيران ومطمعا لإتمام ما تبقى من صفقات سابقة عقدتها الحكومات المتعاقبة مع عدد من الدول قبل طوفان شعبي قد يجرف كل شيء ولمن يريد معرفة سبب استمرار ثورة تشرين وتوسعها خارج الساحات فالمعطيات تتحدث عن نفسها حيث إن عشرات الناشطين ما زالوا مغيبين في سجون الميليشيات والحكومة فيما لا يزال الباقون ملاحقين إلى الآن فقط لأنهم أرادوا وطنا لم يتغير شيء منذ انطلاق التظاهرات أواخر عام 2019 الخدمات العامة شبه معدومة والأمن مفقود وقطاع صحي منهار وموازنة مالية خلت من أي تعينات أو حتى تخصيصات لخلق فرص عمل أو تعويض للضحايا وأزمة اقتصادية هي الأخطر على البلاد عالجتها الحكومة بإغراق الخزينة بالمزيد من الديون عبر الاقتراض وخفض قيمة الدينار وغيرها الكثير فلا سبب لوقف التظاهرات حتى تحقيق جميع أهدافها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر